الاستثمار هو التكامل الحقيقي المفترض يحصل ما بين السودان والسعودية كدولتين شقيقتين وكأمة وحدة يعني فبفتكر أنه مؤتمر أو ملتقى هندسي سعودي سوداني للاستثمار بيوضح لكل المستثمرين السعوديين فرص الاستثمار الكبير والضخمة الموجودة في السودان السودان زي ما أنتم عارفين بلد خام مليان بالثروات ويحتاج أنه الثروات دي تطلع هل قمت بعمل زي كده أو مبادرات أو حاولت تتكلم مع أخوة سعوديين في أنهم هم تقوموا بهذا العمل مخلال هذه اللجنة والهيئة حصل بادرته بادرنا والفكرة لسه في طورة إنها هي الملتقى بحق الاستثمار ده في طورة التجهيز والإعداد فنتمنى إنها هي يعني نشوفها قريب إن شاء الله بس لأنه أنتو حلقة الوصل ما بين السعوديين والسودانيين والسودان صحيح حقيقة أنتو عندكم خلفية تامة عن السودان وعن حاجات الممكن سهلة إنها تطلع يعني صحيح حقيقة العدد برضو العدد بتاع المهندسين السودانيين في السعودية ضخم جدا يعني يمكن ينفوق 18 ألف مهندس ودي ده رقم كبير وأجيال مختلفة وأجيال مختلفة يعني لما نتكلم زي المجلس الاستشاري كان بالنسبة لنا كجسم المجلس الاستشاري يضم ناس عندهم درجات دكتوراه عندهم أساتذة بتاعين جامعات ناس لها خبرة كبيرة جدا في شركات مختلفة ضخمة جدا ترجمة نانسي قنقر